أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدية الأكارم إذن دورية الأوروبية ندخلها من البوابة الإسبانية نادي برشلونة حقق فوزا عصيبا على أرض بالباو بنتيجة هدف مقابل سفر وسط جدل تحكيمي كبير ماذا حدث في هذا اللقاء يميتو جدل تحكيمي على لقطة واضحة حتى للأعمى كانت فيه لمسة يد لمونياين وفي القرارات الدوري الإسباني في بداية هذا الموسم لما لجنة الفنية لتحكيمها الإسباني أعطت في بداية كل موسم يتنقلون للأنديا لشرح قوانين الفار وطريقة الاستعمال وقوانين التحكيم في لقطة نفسها يعني في نفس اللقطة لو يسجل هدف ويعود يشوفوا اللقطة من الأول فيه خطأ فيه احتمال وجد راكي الجزء من الأول فيه لمسة يد يعني شيء يعترض مع الهدف يعاد مشاهدة اللقطة بكل أرياحية لو فاز فريق آخر بطريقة التي فاز بها برشاونا أمس لقيل بأنه شخصية ذلك النادي والقوة والعظم لكن لما فاز برشاونا يعني فيه ناس تترصد أخطاءكم يتحدثون عن التحكيم ما كانت خطأ تحكيمي أمس لا يوجد أي خطأ تحكيمي مونياين لمسه بيديه ثم داني غارسيا لمسها براسو يغفلوا ديغاج مهادك راح انياكي ويليامس في العمق اخداها وسجل لمسة يد أكثر من واضحة من طرف مونياين هل نشوفوا رأي فارس نعم أنا نفس الرأي نفس رأي ميدو نظن أنه لمسة اليد عفوا أن كانت واضحة وحتى لو نتحدث عن المباراة برشاونا خاصة من ناحية الدفاعية عن طريق كريستانسن وكوندي والحديث يعني لكل تحدثها عن دور الحارس الحارس تشديكن الذي أدى مباراة في القمة كان فيه تصديات أكثر من رائعة 10 من شيء هذا الموسم موسم للتعريح نعم حتى برشاونا لو نعود سنة أو سنتين مشكلة كان دفاعي الآن دفاعيا برشاونا خادة يعني واحدة من أصعب المباراة في الدورة الإسبانية أمام بيلباو ويعني كان صامدا دفاعيا وسجل عن طريق عن طريق المهاجم بعد تمريرة بوسكتس التي كانت رائعة تمريرة حتى في لقطة الهدف عادت الحاكم إلى الفار ولقطة تسلت كانت واضحة سواء لقطة الهدف الذي سجله برشاونا أو الذي استقبله نعم إذن تلك نقاط حلال ولا يوجد أي جدل تحكيمي تلك نقاط تامينة محمد ويعني بكل أحقية وبكل جدية نشوفه فارق برشاونا قد مقابلة كبيرة نسبة الاستحواذ محمد شوفنا بليه برشاونا كان أحسن من فريق بيلباو فريق بيلباو حاول عدة مرات عن طريق المهاجم الخطير تاعه إنياكي لكن بدون جدوى سجل هدف لكن هذا الهدف مونع ولم يحتسب لأنه كانت هناك لمس تلدي الليمونيان على مرتين في بداية الدراع وفي نهاية الدراع تاعه نشوفه بالليه تحكيم يعني كان على صواب مئة بالمئة ويعني مباراة وتلت نقاط تلاها أحقية لفريق برشاونا نعم مدو نتيجة هدف مقابل سفر لمصلحة برشاونا تتكرر تسع مرات هذا تسعى في الليغا وتنين في بقيم نعم نعم عن الليغا تسع مرات كاملة ومرتين خارج الليغا البعض كان ينتظر أن يكون شوفي هو غوارديولا الجديد لكن البعض قال لا يمكن أن يسميه غوارديولا الجديد هذا سيميوني الجديد هذا مورينيو الجديد لكن مستحيل أن يكون غوارديولا الجديد البرصة يفتقد للعب الهجومي للسيطرة للإستحواذ يفتقد للتيكي تاكا يفتقد للكرة الجميلة يبدو أن رونسيرو قد صدق الآن عندما قال بأن برشاونا فريق دفاعي يسجل عليك هدف ثم يعود كله إلى المرات مثلما يلعب فريقه على ريال مادريد يقدم كورت قادم من الخيار ريال مادريد أيضا يلعب على الهجمات المرتدة باستعمال شرعة فالفردي فينيشيوس تقنية بنزيمة اليوم كورت القادم أسرع وأقوى بدنيا مما كانت عليه قبل عشر سنوات من الآن اليوم لا تستطيع أن تسلوب لو بقى برشاونا يلعب بأسلوبه الخاص تيكي تاكا لما تواجد اليوم في صدار الترتيب اليوم تلعب عندك فريق تلعب على نقاط قوتك اليوم عنده حارس يمر بأفضل موسم ربما في مسيرة الكوراوية عنده ربع دفاعي قوي كوندي أروخو كريستانسن بالإضافة إلى بلدي ديونغ في فورما عالية رافينا الذي عوض دنبيري وكان ربما رغم كل الانتقادات اليوم رافينا تسع أهداف وتسعة مرارات حاسمة رافينا ما وشهدك المهاجم ولا الجانح لواحد ضد واحد ولا واحد ضد تنين يقدر يلوغ لك مدافعين ثلاثة ويسجل لعب بالإحصائيات يعني يسجل يقدم تمهارات حاسمة حاسمة في المباراة الأخيرة برشلونة يلعب حسب تشوفي يلعب حسب الأدوات اليوم تشوفي لو عنده لعبين خارقين في الهجوم يسجل أكثر ولكن عيب برشلونة منذ بداية هذا الموسم خاصة في هذه المرحلة الثانية منذ العودة من كأس العالم تضيع اللقاطات الهجومية بسداجة حتى ليفاندوفسكي واحد من أفضل قلوب الهجوم في التاريخ أصبح يضيع لقاطات أمس ضيع انفراد في دقيقة 16 كان قادر يفتح باب التسجيل مبكرا لبرشلونة لكن أصبح يضيع رفينيا نبع عليه وسجل هدفا نشاهده سويا وسأعطيكم معلومة معلومة مهمة تخص تقنية الفار برشلونة هذا الموسم ربح خمس نقاط في الدوري الإسباني بفضل العودة لتقنية الفيديو بينما خسر ريال مديد أربع نقاط في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد العودة لتقنية الفيديو الفار يعني لو لم تكن هناك تقنية الفيديو يكونوا بنفس التنقيط الآن شوفوا محمد هذه تقنية الفار يعني كاين التي تكون في الحظ تعمله في أشياء الإيجابية لكن شوفوا هنا فريق برشلونة يعني تسجيل الهدف لرافينيا حرر يعني كل الزمالة تعه كانت تمريرة جميلة من بوسكاتس يعني على طبق نشوفوا مصيدة تسلل مكاش في تسلل اللاعب رافينيا هدف جميل وين تسديده يعني في الجهة المعاكسة فريق برشلونة محمد يمر بفترة جد جيدة مع أن جودة لاعبه ليست تلك الجودة الكبيرة نشوفوا باللاعبين لو تمثل لاعبين فريق ريال مدريد مع لاعبي فريق برشلونة ليس نفس الشيء لهذا تشافيرا هو يدائما مفطر بشي لعب يعني بطرق أخرى ليس طريقة برشلونة كما تكلملك ميدو لو يلعب بطريقة برشلونة كان ما يقدرش يكون مع الأوائل وفي الصادارة نشوفوا بالله هذا وش يقدر تشافي يخرج من هذا اللاعبين محمد وفي هذا المباراة ميدو نشوفوا أنه يعني يعني يلعب بثلاث مهاجمين هو كان يعني يلعب بقافي على الجهة اليسرى وقافي دائما ما يدخل لوسط الميدان يزيد كرابع وسط ميدان نشوفوا اللي هنا لعب بثلاث مهاجمين صراحة يعني هنا يعني غامر نوعا ما يعني خارج الديار تشافي ودات تلت نقاط نعم أنصار أتليتيكو بيلباو لم يفوتوا فرصة اتهام نادي برشلونة بتقديم رشوة لنائب رئيس لجلد التحكيم السابق نيغريرا ورموا بأوراق نقدية مزورة طبعا فوق أرضية الميدان شاهدوا هذه الصورة طبعا البرشل الآن في وضع لا يحسد عليها يعني تحديدا منذ أن اتهم القضاء الإسباني الفريق منذ أيام بتقديم رشوة بحوالي 7.3 مليون يورو لمساعد رئيس لجلد التحكيم السابق خوصي ماريا نيغريرا على الدفوعات من 1994 إلى 2018 20 سنة لا باش فاقوا بلي كانوا يدفعوا الدفوع أكثر أكثر من 24 سنة 24 سنة نعم حتى المعني بالأمن نيغريرا لم يكن يعني يحدد من سيكون حاكم سيكون حاكم ما كانت تدخل في الإجراء كان عنده تدخل في الحكام يعني عندما تصبح باش تولي حاكم رئيسي في الليغة تجوز على نيغريرا وحتى على ابن نيغريرا لأنه الآن نيغريرا مريض وحتى القانون الإسباني يبرع أنه نادي برشاروني لماذا؟ لأنه بعد ثلاث سنوات من ظهور التهمة ما عندكش الحق تعود يعني بعد فاوة ثلاث سنوات لا يمكن للأندية الأخرى أنها تحاكم برشاروني صحة تعبير والمحير في الأمر محمد هو أنه كل الفرق الإسبانية تقدمت وقدمت بيان فيما يخص هذه القضية آخر فريق قدم بيان هو فريق ريال مادريد نعم وكانت انتقادات لريال مادريد من إدارة البرصة قالوا له ما دخلك في هذه القضية ريال مادريد يريد أن يتأسس كطرف والصحفة المادريدية تريد استرجاع الألقاب التي فازت بها برشاروني في هذه الحقبة نعم حتى أني قررت أن مريض بمرض وانزايمير وقانوني لا يمكن له الموتول أمام القضاء بهذا المرض وبالتالي المدة العامة في برشاروني من رفع الدعوة يقال في الصحافة الكاتلونية وفي الأشخاص المقربين جدا من إدارة برشاروني بأن الملف فارغ نعم فارغ قانوني فارغ قانوني ما فيه ولا دليل ملموس يعني على هذه القضية نيغريرا كما قالك فارس مريض بالأيزايمير لا يمكن له الموتول اليوم أيضا زوجته تحدثت قبل أيام عن أنه أصيب بنوبة اكتئاب جراء مدولة اسمه إطرالدي رئيس لجنة الفنية قبل سنتين من الآن للتحكيم تحدث عن هذه القضية في كادينا سعر هل هناك دخان بدون نار ميدو؟ لكن هل هناك دخان بدون نار بتسجيل لعبين بـ 300 مليون أورو فوق سقف الرواتب واليوم ممنوع تسجيل لعبين بأقل من 200 مليون أورو فوق سقف الرواتب ما يحدث لبرشاروني كله من تدبير تيباس تيباس الذي تحدثت الصحفة قبل 15 يومين الآن عن أنه أعتقد بأنه هذه القضية قضية نيجريرا من رفعها من أجل إسقاط برشاروني ستحدث زلزال في الكرة الإسبانية وستظهر الكثير والكثير من الأمور في هذه القضية لأنه حتى رئيس المجلس الأعلى لرياضة اليوم في إسبانيا تحدث عن الموضوع وقال بأنه لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي وملموس ومجرد إدعاء وطالب من لابورتا توضيح كل شيء لابورتا أمس الذي لعف لابورتا هو واحد من أشهر المحامين في إسبانيا قبل أن يكون رئيس لبرشاروني تحدث على القضية وقال بأن برشاروني بارئ من كل هذه التهم أعتقد بأنه برشاروني اليوم يتواجد في ضائقة مالية من هنا إلى غاية نهاية الموسم لو ما فيه ولا شيء يد تظهر براءة برشاروني سيطلب بتعويضات تتجاوز 400 مليون أورو بالتشهير والإساءة لصمعة النادي سيخرج ربما من أزمة الأموال عن طريق هذه القضية كنت العديد من التصريحات هذا الأسبوع ميدو أهمها تصريح إطار إطار الحكم السابق الذي تحدث حتى قبل أن نعرض الفيديو تحدث أمس أيضا عن فلورنتينو بيراس وقال له لما حكمت مباراة الريال أمام دي بورتيفو أخذني بيراس إلى أحد الغرف وطالب مني أن أحاكم له مثل ما أحاكم لبرشلوني أمام دي بورتيفو وطالب مني أن أحاكم لبرشلوني Νエrir أقول لت Grande أ idea قبل هذا شكرا لكم الزيوني ياتذان كنت الزيان اغلبوا como أعطا والمناع في المتالي في المتالي مش neglected ...y yo fui muy duro con el comunicado del Real Madrid. Y otros, otros, en vez de usar comunicados, usan su televisión, como es el Real Madrid Televisión... ...en un reportaje sobre Clos Gómez, que es indigno, indigno de un club que se dice el mejor club del mundo. Ese reportaje que ha salido sobre Clos Gómez es rastrero, es indecente. Y te voy a decir más, por Clos Gómez yo pongo la mano en el fuego, por el que ha hecho ese reportaje no. ¿Sabes por qué? Porque el que ha hecho ese reportaje es un vendido a su jefe. Clos Gómez es una persona íntegra que se ha equivocado mil, dos mil, cinco mil veces en contra y a favor del Real Madrid... ...y solo han sacado sus errores. Y justo han sacado sus errores cuando Fiscalía presenta la demanda. Lo que hace hoy el Real Madrid de Televisión es rastrero. Asistrero. رد تحرك ريال مادريد قضائيا ضدنا لا مفاجأة في ذلك برشلونة بريء من الاتهامات وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع كان هذا رد لابورتا البعض قال بأن الريال والبرصة على وفاق ويريدون تأسيس منافسة جديدة اسمها السوبرليغ فلماذا يقف الريال ضد البرصة حاليا نظن أن تحدثت عن النقطة التي جعلت أن الريال مادريد وآخر نادي يتحدث عن هذه القضية لأن السوير ممكن فيه إزيطاسيون بالنسبة لنادي ريال مادريد للدخول كطرف في هذه القضية لأنه قلت لك أنه آخر فارق في الليغة الإسبانية كل الفارق تحدثت عن القضية إلا الفريق المعني اللي هو برشلونة وريال مادريد أظن لهذا السبب ولكن بالمقابل لو نعكس الحالة لو ريال مادريد هو طرف في هذه القضية هل برشلونة كان سيتحدث عن القضية من دون شك؟ نعم لأنه ندية الفريقين والصراع الذي لم تناهي بالنسبة لنادي ريال مادريد وبرشلونة يجعل أنه النادي يتدخل ومن حقه يتدخل في قضية مثل هذه وكما قلت لي ميدو لا دخان من دون نار وبالتالي قضية صحيحة أنه قضائيا برشلونة أظنه شخصيا لكن ميدو قال لك ملف فارق لا ملف فارق قضائيا قلت لك أنه ثلث سنوات لأنه القضاء الإسباني يقول لك لو تمر في فترة ثلث سنوات عن القضية التي تطرح في المحكمة هذا يجعل أنه ملف فارق يعني سبب واحد وحتى أنه المعني بالأمر اللي لا يمكن له المتور بالتالي ملف فارق أيضا يعني سببين يجعلوا أنه ملف فارق ولكن لا وجوده لدخان من دون نار قضية موجودة والحاكم صحيح أنه مثل ما تحدث ليس لديه دخل في قرارات الحكام ولا يؤثر كثيرا في قرارات الحكام ولكن هو والابن تاو هم من كان عندهم تأثير كبير في اختيار الحكام وفي بشر الحاكم إذن أنصار ريال يا حسين أنصار ريال يقولون لا دخان بدون نار وأنصار البرص يقولون هذه جعجعة بلا طاحين من نصدق الآن وأنت كمتابع هل تعتقد بأنه برشلون قام برشوة الحكام مدة طويلة هذه منذ 1994 إلى 2018 لم يظهر أي شيء لم يرشح أي شيء على السطح إلا في هذه الأيام هذا أيضا أمر يجب النظر فيه محمد كنشوفوا المباريات اللي كانت تجرى في البطولة الإسبانية كانت عندها منحة واحد هو ريال مادريد يأخذ البطولة أو فريق برشلونة هناك أطلتيكو مادريد اللي أخذ البطولة عندها عام ممسيمين نشوفوا باللي دائما الندية كانت ما بين فريق ريال مادريد وفريق برشلونة كنشوفوا فريق برشلونة الفرق اللي كان يفوز عليها كان يفوز عليها بالأداء والنتيجة ما تحسش أنه فريق راه يفوز بالحكام نشوفه لكن يا محمد نزيد ونستنى وهذا الأمر لأن غدوة يعطوه لك يدير تحقيق كبير ويكون هناك يكون عندك دي بريف أمور مثل هذه نقدر نقول لك بالليد تقدر تكون فينا مع من تحقيق الرجل المسؤول الأول نيغريرا مصاب بمرض الزهايمر والأدلة المادية غير موجودة مع من تعمل تحقيق الآن بغض النظر عن كل هذا ألا تعتقد بأن المستوى السيء للتحكيم في إسبانيا هو الذي يؤدي إلى مثل هذا تصورة الكورة القادمة الإسبانية تزلزلت تصور بأن تيباس أرسل ملف القادمة إلى الاتحاد الأوروبي ليافا قبل أن يطلبه تشيفرين والاتحاد الأوروبي تيباس واحد من الأشخاص لهدموا كورة القادمة الإسبانية والليقة بخصوص اليوم لما تشاهد الأندية الإنجليزية كيف تسيطر على دورة أبطال أوروبا تشوف عودة الأندية الإيطالية تشوف شاهد فقط ريال مادريد في دورة أبطال أوروبا بتاريخه فقط لكن بقية الأندية الإسبانية تصور أنه كانت فيها أربع أندية كلها تلعب لأوروبا لكذا الموسم وريال مادريد الممثل الوحيد لإسبانيا في دورة أبطال أوروبا اليوم لما تحدثوا على هذه القضية اسمح لي فارسة لما تحدثوا على هذه القضية هي مجرد زوبة عافية في إنجان حتى الآن والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وريال مادريد ربما خسر ألقاب ربما يشك في روحه أنه خسر ألقاب بسبب تحكيم أوكي أنا نفهمه يصدر بيان حتى أنه بيرس ينتظر للحظة الأخيرة من أجل إصدار بيان كان فيه ضغط من الصحافة ضغط من الأنصار في هذا الموضوع لكن أندي أخرى تصور نادي مثل إشبيليا خسر نهائي الكاس 5-0 أمان برشارونة بالأداء والنتيجة في وقتي فزنا باللقاب وبفارق 14 نقطة وفي الكاس فزنا بخمسة مقابل كيف تتحدثون عن دعم في 2014 سمح لي لما فز أتليتيكو مادريد بالليقة هدف ميسي ثاني في ملعب الكمبنو هدف صحيح 100% ألغى الحاكم ماتيولاهوس وانتهت المباراة واحد واحد وخسر برشارونة لليقة في 2018 خسر لليقة بثلاث نيقات هدف صوارز أمان بيتيس يجبد همان ديم داخل المرمى بمترين لم تحتسب وفيه أخطأ في فياريال واخطأ في أعلافاس واخطأ واخطأ نشوف فريق جيفانتيس مثلا لما نزله للدرجة الثانية ولما دالوا له خصمت على 15 نقطة ما كان حتى كلم قبل هذه لو فريق برشارونة عندهم أدلة فابيتة كانوا يعني يروحوا ديركت للمشكل يروحوا ديرك الأدلة الأدلة هذا مجرد كلام يبقى أنك ليتيك تحسبور تخليك أنك تشوف نادي لا يدفع أموال لشخص بالتيتر يعني قرير نعم نعم قبل أن نغادر نادي برشارونة لابد أن نتوقف عن